موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحفة كبوس جديد يواجه أطفال سوريا فهل يتركونا لمواجهته هذه المرة أيضاً وحدهم؟ صحيفة الغورديان نشرت تقريراً لمراسلاتها كونستايل اتشي بعنوان أطفال اللاجئين السوريين لن يدخلوا المدرسة كغيرهم فهم يعولون أسرهم جاء فيه تقر الكاتبة التي صدفت عشرات الأطفال السوريين في أماكن عملهم إنها التقت الطفل حمزة الذي لم يتعد عمره سبع سنوات وكان يوجد العد لكنه لم يكن يفعل ذلك ضمن دراسة أو لعب لكنه كان يعد الأرغفة في المخبز الذي كان يعمل به منذ فرار أسرته من القتال في حلب وتستطرد ليتشي قائلة إن الطفل الذي يعمل ستة أيام أسبوعياً لفترات تزيد أحياناً على 12 ساعة حدثها عن مدى صعوبة الظروف وغلو المعيشة في تركيا حيث يعمل هو وأخواه الذين لا يزيد سن أكبرهما عن 12 عاماً ليسدد أجرة حجرتين يشاركونهما مع 32 أسرة سورية أخرى وتقول الكاتبة إن معظم الأطفال الذين التقتهم كانون الذكور إلا أنها التقت بعدة فتيات يعمل في محلات ملابس وفي الحقول وفي المنازل وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو نصف مليون طفل سوري اللاجئ يعيشون في تركيا معظمهم توقفوا عن الذهاب إلى المدارس ويعملون لإعالة أسرهم بحسب الصحيفة بعد الإشكالات التي رافقت التحركات الخارجية للجيش البريطاني البريطانيون يترددون في أي عمل عسكري خارجي حيث نشرت صحيفة الانديبندنت تحت عنوان معارضة شعبية للضربات الجوية البريطانية ضد داعش جافي كشفت استطلاعات جديدة للرأي في بريطانيا بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يواجه معارضة شعبية قوية بسبب الغارات الجوية التي تشنها المقاتلات البريطانية على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وكان ديفيد كاميرون قد أعطى الضوء الأخضر للقوات الجوية البريطانية للمشاركة مع المقاتلات الأمريكية التي تشن حملة ضد داعش في العراق وسوريا إلى أن استطلاعات الرأي كشفت بأن 35% فقط من البريطانيين يوافقون على مشاركة بريطانيا في القصف الجوي على داعش في العراق وسوريا بينما يعارض نحو 50% مشاركة بريطانيا وامتنع 15% من البريطانيين عن التصويت بنعم أو لا كما كشفت نتائج الاستطلاع أن 20% فقط من البريطانيين يوافقون على قيام بريطانيا بإرسال قوات برية لمحاربة داعش إذا لزم الأمر بينما يرفض 69% من البريطانيين ذلك الخير وجاءت نتائج استطلاع الرأي في الوقت الذي صرح فيه ديفيد كاميرون بأن بريطانيا تدعم ضربات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا تأمين احتياجات الأسرة أصبح تحديا يضغط بثقله على الأسر السورية هذا ما يؤكده لنا موقع كلنا شركاء الذي نشر مقالا لنضال طالب بعنوان الأسرة السورية تحتاج 80 ألف ليرة سورية شهريا ومتوسط الدخل 13 ألف ليرة سورية قال فيه في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية في السوق السورية تعتبر الظروف التي يمر بها المواطن السوري هي الأكثر تعقيدا أخر مسح لإنفاق الأسرة أجراه المكتب المركزي للإحصاء في 2009 قدر متوسط إنفاق الأسرة السورية شهريا في حينه بحوالي 31 ألف ليرة أما اليوم فقد أصبحت تحتاج إلى 85 ألف ليرة سورية شهريا وهي تعكس الحاجة الفعلية للأسرة السورية شهريا وإذا ما اعتبرنا أن متوسط الأجور في سوريا هو حوالي 25 ألف ليرة سورية نكون أمام نسبة كبيرة من السوريين تقع تحت خط الفقر مشاهدين الأعزاء هناك سر وراء التغيرات التي تطرأ على التحالفات بين أعداء الأمس في المنطقة وذلك من أجل رسم مخطط للشرق الأوسط الجديد صحيفة القدس العربي نشرت مقالا بعنوان ماذا وراء مثلث التقارب المصري الإيراني الأمريكي جاء فيه شهد مثلث العلاقات المصرية الأمريكية الإيرانية تقاربا واضحا مؤخرا في تكريز الاتجاه نحو إعادة صياغة تكتيكية لخريطة استراتيجية إقليمية تعصف بها اضطرابات وحروب تشطب حدودا وتثمر دويلات في اندفاع مخيف نحو مجهول وإن بلامح هذا المثلث القرار المفاجئ لواشنطن قبل أيام إبلاغ القاهرة بالإفراج عن صفقة طائرات الأباتشي التي كانت تعليقها مع باقي المساعدات العسكرية سببا مباشرا في توتر غير مسبوق شاب التحالف القديم بين البلدين وتشي المعطيات التي صاحبت القرار بأن ثمت ضرورة استراتيجية جعلته عتميا خاصة أن العلاقات دبلوماسية حدرت إلى ملاسنة حدة بين البلدين بينها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بأن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم المساعدة الأمريكية في قمع المعارضين إيران في سعيها إلى حشد السنة العربي ضد داعش تدرك جيدا أهمية ما توفره مصر من بوابة شرعية إلى العالم العربي بأغلبياته السنية ولسبب نفسه وفقت طهران على إفادة نائب وزير خارجيتها حسين عبداللهيان إلى الرياض مؤخرا بعد تمنع طويل لحثها على تحريك العشائر السنية في العراق ضد داعش وهو ما بدأ يؤتي ثماره بالفعل إنه عصر جديد من التحالفات لن يقف عند هذا المثلث بل قد يغير مسارات وأزمات ومحاورة إقليمية ظن البعض أنها قد لا تتبدل وتجاهلا تاريخ الصراعات الدولية وطبيعتها السرطان الإيراني بعد أن استشرى في سوريا بدأت تظهر أعراضه في مناطق أخرى هذا ما نشرته صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالة لياسر الزعاترة بعنوان إيران في تمددها وارتباكها جاء فيه لا خلاف على أن ظروفا موضوعية هي التي أنتجت حركة الحوثيين جوهرها شعور بعض الزيديين بالتهمش ورده طائفي على تقدم السلفيين في معاقلهم لكن المؤكد أنه لو لا الدعم والتبني الإيراني للحركة ما كان لها أن تصل إلى هذا المستوى من القوة العسكرية سواء تبن بعضهم المذهب الاثني عشري بفعل التأثير الإيراني أن ضلوا على المذهب الزيدي لسيما أن إيران غالبا هي ما تخلط بين الحسابات السياسية وبين الحسابات المذهبية وإن فضلت الدمج بينهما كما في حالة العلويين في سوريا الذين يعتبرهم الشيعة كفارا لكن ذلك لم يحل دون التحالف مع آل الأسد في ذات الوقت الذي شهدت سوريا نشاطات من أجل تشيعهم بل حدث ذلك بطلب وأقله بموافقها من حافظ الأسد قبل ابنه يضف الكاتب ليس من العسير القول أن إيران تشعر بارتباك استثنائي فهي تواجه نزيفا حقيقيا في سوريا منذ أربع سنوات وفيما كان العراق التابع لها في ظل المالكي يساعدها على تحمل تابعاته وهو يتحول إلى عبء آخر ما يضطرها ليس فقط إلى التورط في مستنقعه بل يضطرها أيضا إلى الدوس على شعاراتها التقليدية وقبول التعامل المعلن مع أمريكا من أجل صد تقدم الدولة الإسلامية حين نحيا مخلصين لقيامنا ومبادئنا ونتوحد في سبيل الرقي بشعوبنا تتلاشى الأنا ونصبح نحن جسداً واحداً متعاوناً متعاوضاً لخدمة هدف واحد حين ذاك سننجح هذا ما تؤكده صحيفة يني الشفق التي نشرت مقالاً بعنوان الحب والوفاء في السياسة جاء فيه إن رقي في السياسة التي اتبعها رئيس الجمهورية رجب طيب أردغان أثناء مراسم تعيين خليفة له في حزب العدالة والتنوية لا يمكن رؤيتها في أي حزب آخر إن قوة رئيس الحزب أي أردغان تكون في قوة الفريق الذي يساعده وفي تشكلة الحزب القوية والمتماسكة ويشير في هذا السياق إلى أنه في العادة لا يقوم رئيس أي حزب أو هيئة بالاحتفاظ بجانبه على شخصية قوية قد تنافسه إلا أن أردغان على العكس من ذلك أبى إلا أن يكون من سيتسلم مكانه شخصية ذات ميزات عالية وفي ختم مقالته يركز على أن سياسة العدالة والتنمية هي سياسة الحب والوفاء بالعهد مشيرا إلى ثناء كل من أردغان وداود أغلو على الراحل نجم الدين أربكان في إشارة إلى وفاء الرجلين لأربكان وموروثه الفكري والسياسي نحن البشر توحدنا آلامنا ومعاناتنا هذا ما يؤكده الخبر الذي نشرته وكالة أنباء الأنضغل التي نشرت تحت عنوان قدر مشترك يجمع أطفال سوريا وغزة في تركيا جاء فيه هنا في العاصمة التركية أنقرة اجتمع أطفال الحرب بعيدا عن أصوات القنابل والموت اجتمعوا ليضمد كل منهم جراح الآخر حيث قام مجموعة من الأطفال السوريين بزيارة الجرحة من أطفال غزة وقال الطفل السوري محمد يزن البالغ من العمر 13 عاما كل يوم يموت المئات في بلدي لا نملك إلا الدعاء من الله بأن يحفظ آباءنا وأمهاتنا نريد أن يتوقف القتل وأن يحيى الجميع بسلام وطمأنمة فنحن وأطفال غزة نتشارك القدرى ذاته نريد أن نسمع صوتنا من دون دماء وقنابل وقال طفل جريح آخر نحن الآن نحمل ذاكرة الحرب ليس في روحنا وذهننا فحسب بل في جسدنا أيضا وعندما ننام تصدح أصوات القنابل في رؤوسنا وأكدت طفلة الفلسطينية مادلين أبو طويل أنها لا تشعر بالفرق بين أطفال سوريا وغزة قائلة الوضع في سوريا أسوأ بكثير من غزة فالحرب هناك داخلية وبين السوريين أما نحن فإسرائيل هي من تشن حربا علينا إفساد الإنسان لم يقتصر على كوكب الأرض بل طال الفضاء صحيفة العرب القطرية نشرت تحت عنوان القمامة موجودة حتى في الفضاء الخارجي جاء فيه القمامة التي سنتحدث عنها لا يمكن رؤيتها أو شمها فهذه القمامة تدور بسرعة شديدة حول كوكب الأرض ويطلق عليها علماء الفضاء اسم مخلفات فضائية هذه المخلفات تكون على سبيل المثال خزانة وقود قديمة لصواريخ أو أقباراً اصطناعية تالفة أو حطامة سفر فضائية أو آلات فقدها رواد فضاء خلال رحلتهم الفضائية يقول منو المتس وهو خبير ألماني في المخلفات الفضائية الإنسان هو من تسبب في وجود كل هذه المخلفات في الفضاء وبدأ ظهور المخلفات في الفضاء منذ حوالي ستين عاماً عندما تم إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء واسمه سبوتنيك ومنذ ذلك الحين يدور حطام سبوتنيك حول الأرض يقول ميتس من الممكن أن يتسبب جزء لا يزيد طوله عن سنتيمتر واحد من تلك المخلفات أن يتسبب في تدمير قمر صناعي بأكمله إذا استضم به وتسبح تلك المخلفات في الفضاء بسرعة كبيرة جداً ولمنع حدوث أي استضامات يتم مراقبة مسار تلك المخلفات بدقة حين يكون المسؤول واحداً من الناس يواجه بكل بساطة ما يواجهه الناس العاديون وكما يقول ياسر العظم مثل عن فارتشكل نشرت صحيفة العرب اللندنية خبراً بعنوان لصوص يسرقون لابتوب رئيس وزراء بلجيكا قالت فيه تعرضت سيارة رئيس الوزراء البلجيكي إيليو ديروبو للسرقة من قبل لصوص مجهولين حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية بلجا في سابقة ندر حدوثها لمسؤول رفيع في المملكة وقالت الوكالة نقلاً عن المتحدث باسم ديروبو لم تذكر اسمه إن اللصوص سرقوا مستندات من السيارة التي منحته إياها الحكومة مؤكداً بذلك الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق وبحسب المتحدث فإن الحادثة حصلت بينما كان ديروبو يمارس تمارين لياقة البدنية في إحدى القاعات الرياضية عندما سرق حاسبه المحمول اللابتوب من سيارته الرسمية وذلك حسب تقرير لمجموعة الصحف من بينها سوبرتيس وهيب نيوسبلاد اليومية وأوضح أن العملية تمت في غفلة من سائق سيارة رئيس الوزراء عندما تركها لفترة وجهزة لإقتناء كتاب من محل مجاور للقاعة الرياضية المتحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي نفى وجود أية وثائق تتسم بالسرية بين المسلوقات وقال إن الأشياء التي سرقت عبارة عن مذكرات شخصية وبعض المستندات المتعلقة بالعمل والتي لا تحتوي على معلومات ذات أهمية خاصة عندما تقرر أن تنتقل من رد الفعل إلى الفعل تكون قد بدأت تقود نفسك وتمسك بزمام التغيير حول هذه الفكرة جريدة عينب بلدي نشرت مقالا لحنين النقري بعنوان ردة فعلنا تزيد المواقف سوءا لا تدعي التوتر والضغط يسيطراني عليك جافي يتعامل الناس مع الضغوط والظروف السيئة بطرق مختلفة فنحن غالبا عندما نتعرض لظرف سيء نزيده سوءا ونخسر لأجله جمال حياتنا وابتسامتنا وقوتنا وصحتنا بشكل لا نشعر به يكفي ظرف بسيط لزلزلة نظام منزل كامل كما أن موقفا طارئا أو تغييرا في سير أحداث حياة أحدهم قد يتسبب بقلق واكتئاب سريعا ما يطال جسده محدثا فيه الأوجاع وغريب الأمراض ومع أننا لم نعتد الربط كمجتمع بينهما لكن من شأ معظم أمراضنا الجسدية ناجم عن اعتلال صحاتنا النفسية لنتأمل في طرق تعاملنا مع الظروف السيئة والجرائم التي نرتكبها بحق أنفسنا عبر ردات فعلنا بداية من الصدمة والتعامل العصبي مع كل ما لا نستطيع تغييره القلق والتفكير الدائم الأرق المبالغة بوصف الهموم والتعامل مع مشاكلنا الشخصية وكأنها إمذار أخير لنهاية العالم تمني الموت والنجوء لعادات غير صحية لتفريغ الضغط النفسي وأكثرها شهرة التدخين الأمر الذي ازداد بوضوح في الظروف التي يعيشها السوريون اليوم ليس تدي إحصائيات دقيقة حول الموضوع لكن أعدادا هائلة من السوريين تلجأ اليوم للتدخين كوسيلة للتخفيف من وقع الظروف عليهم الحديث هنا يشمل مدخنين جدد أو مدخنين مخضرمين أدت الأحداث لمضاعفة كمية الدخان التي يتعاطونها بإهمال شديد للصحة وقد شع التدخين مؤخرا بوضوح بين النساء لذات السبب الأمر الذي يوضح مقدار جهلنا بطرق تفريغ صحية وحقيقية علما أن الشعور بالتفريغ عن طريق التدخين نفسي منشأه الدعايات والإعلانات التلفزيونية والاجتماعية لا أكثر هناك الكثير يفعله بدل الاستسلام لليأس الكثير مما يمكننا القيام به عوضا عن إحراق صحتنا بسجارة تلو أخرى ممارسة الرياضة بأي طريقة منزلية أو بنادى مختص المشي، القراءة، الحديث الإيجابي للنفس التعامل مع ما لا يمكننا تغييره بروح التعايش للشكوى التفاهم للكراهية هناك الكثير لا فعله بدلا من أن نزيد صعوبة ظروفنا باللعن والشتم ومحاولة مخامتها فعندما تكون الأمور مغرقة بالسوداوية ثق تماماً أنه لا بد من وجود فسحة أمل صغيرة أغلقتها بتشاؤمك عندما تبدو الأمور سيئة للغاية فثق أنها أسوأ بكثير من أن تكون حقيقية مشاهدين الكرام تذكروا دائماً أن هناك ضوءاً في نهاية النفق ولا بد للليل الطويل من آخر في غد يتجدد لقاؤنا إن شاء الله فكونوا على الموعد في الواحدة والنصف والسادسة والنصف بعد الظهر وفي الحادية عشر والنصف ليلاً شكراً لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة